موسيقى بعد الكلمة روحية الجميلة نبتدي مع حضراتكم النهاردة أخبرنا ونبتديها بمذكرات التفاهم والموقع بين مصر وأوزباكستان على مدار يومين استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس دولة أوزباكستان وإنبارح كان فيه قمة سنائية في أسر الاتحادية ونتج عن هذا القمة عدد كبير من الاتفاقيات ما بين مصر وما بين أوزباكستان ومنها مشروعات في التعاون ما بين وزارة الزراعة في البلدين وتفاهمات خاصة بالهيئة العامة لدار الكتب والوثاق حاجات ثقافية وأمور أخرى على مستوى الزراعة وأمور أخرى على مستوى الصناعة وعدد يعني من الاتفاقات الاقتصادية ما بين البلدين مبارح المتحدث الرسم باسم رئيسة الجمهورية أصدر بيان رسمي وفيه كل المشروعات ومذكرات التفاهم الخاصة ما بين البلدين في مجال الصناعة ومجال الزراع ومجال الزراع ومجال الثقافة عايزين نعرف فكرة التنوع العلاقات الخارجية ما بين مصر وما بين عدد من الدول اللي ما كناش بنشوف يعني تبادل كبير ما بين مصر وما بينها وما كانتش موجودة بشكل كبير على الأجندة المصرية منها أس باكستان تعالوا نعرف أكتر من خلال الأستاذ الدكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس دكتور أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك وصباح النور عليك وعلى أستاذ المشاهدين يا فن صباح الفل وعيزة الحرك في البداية على فكرة استقبال مصر أو تنوع العلاقات الخارجية ما بين مصر وعدد من البلاد اللي ما كانتش دايما بتبع على الأجندة المصرية منها أس باكستان بتشوف إزاي هذا التعاون وزيارة رئيس أس باكستان لمصر وعدد كبير الحقيقة من مذكرات التفاهم والبرتكولات ما بين البلدين شوف أنا عايزة أقولك على حاجة إحنا دلوقت في مصر في عهد الكيادة السياسية بكيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إحنا مصر بتبحث عن شركاء استراتيجيين غير تقليديين كنا زمان بندور على الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ودي كانت الاستراتيجية العامة اللي مصر ماشي بيها ودول اللي الحلفة بتعونك دلوقتي من حوالي ثلاث سنين مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدور على حلفة غير استراتيجيين وغير تقليديين بالمرة هنلاقي سيادة الرئيس الهند وبيعمل على بعض المشاريع الموجودة بين الهند ومصر في مجال الطاقة المتجددة هنلاقي في زيارات لأرمينيا هنلاقي زيارات لأسباكستان وهذه الزيارة الأخيرة طبعاً العلاقات القوية بين مصر والصين والشريك الغير تقليدي بالمرة والصين وإقامة علاقات كبيرة جداً لو تتذكر حضرتك معايا في 2022 وزيارة الرئيس كوريا الجنوبية المصر والتعاهد بعمل العديد من مصرعات الطاقة المتجددة في صناعة الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر هنلاقي إذن سيادة رئيس عبد الفتاح الشيسي بيدور على شركاء استراتيجيين غير تقليديين وخاصة من السرق الأسيا وطبعاً بيجي زيارة الأخيرة أو زيارة الجميلة الهند وأرمينيا وطبعاً وزيارة الأرمينيا طبعاً والحلاقات بيننا وبين أرمينيا والمشاريع اللي حتم بيننا وبين أرمينيا وخاصة أن مصر تتمتع دلوقتي بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بمصدر مهم جداً جداً هو مصدر الطاقة والغاز المثال حضرتك تعرف والمشاهدين يعلموا تماماً لأنه عندنا مصنع غاز إسالة الغاز اللي موجود في الشرق الأوسط وشبال أفريقيا موجود عندنا ومصنع أن الغاز لا يصدر لأناديل ولكن يتم إسالة عن طريق حجاز إحنا طبعاً بنسيل عدد كبير جداً من الدول المحيطة بين كل الدول اللي بتخرج من المتوسط تقريباً إحنا بنسيل الغاز عندنا بشكرة جداً دكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة سويس نورتنا جداً وهي فكرة العلاقات الغير تقليدية زي ما قال دكتور سعيد حاجة مهمة جداً والتعاور في مجالات كتير طبعاً مجال الغاز لو حد أول مرة يعرف المعلومة دي إحنا من الدول القليلة اللي بتسيل الغاز وعلى فكرة مصنع تسيل الغاز في مصر ده ما تعملش من مبارح ولا أول مبارح ده بقى له سنين كتيرة جداً جداً في مصر معمول يعني من أكتر من عشرين سنة موجود في مصر طب ليه الدول بتيجي تسيل عندنا وما بتسيل شيء عشان مصنع بس البنية الأساسية بتاعته عشان تقدر تبني مصنع لتسيل الغاز بياخد لوحده عشر سنين فهو يقعد عشر سنين هو محتفظ بالغاز عشان يجي فبييجي عندك هنا وده طبعاً استثمار كبير جداً للدولة المصرية بنتمنى لمصر الخير في كل المجالات نروح لوزارة النقل ومترو الأنفاء وأسعار التذاكر وتذكرة المترو هتبقى بـ 12 جنيه لكن نكمل المعلومة للي هياخد المترو أكتر من 25 محطة اللي هياخد المترو أكتر من 25 محطة سعر التذكرة هيبقى 12 جنيه خلينا نقول بص طبعاً أي حاجة بنقول أنها هتغلب بتزعل وبتدايق والواحد دلوقتي بقت أي حاجة بنقول مش نقصة الحكاية لكن النهاردة لو أنت هتاخد مواصلات غير المترو وفيه أماكن بنروحها أو فيه حد بيروح شغل وبيلاقي نفسه مضطر بياخد مواصلة واثنين وتلاتة يعني بياخد مثلاً بياخد الميكروباس وينزل ياخد واحد تاني لغاية لما يقدر يوصل لشغل النهاردة لو بتاخد حاجة دي بخمسة جنيه ودي بسبعة جنيه وفيه أماكن لو حد شغلك بعيد بتدفع أصلاً الميكروباس عشر جنيه يعني يمكن هو دي تصرحات وزير النقل في المؤتمر الصحفي لما قال أنه ممكن المواصلات العامة تخليك تتكلف في المشوار الواحد أكتر من الاثناشر جنيه فأنت هيبقى عندك تذكرة واحدة تركب بها كل محطات المترو أكتر من خمسة وعشرين محطة هي باثناشر جنيه مستقبلاً أو في الخطوة اللي جاية ممكن إحنا تكلمنا في الموضوع ده قبل كده هيبقى فيه الكارت الموحد بتاع المواصلات وهيبقى فيه ربط بالكارت ده بين السكة الحديد وبين مترو الأنفاء وكمان الطيران بنفس الكارت الموحد يعني مش عارفة بس يعني هو حسبياً مع موصلة واثنين وثلاثة هو فعلاً الناس بتتكلف أكتر من اتناشر جنيه في التسكرة 25 محطة دي يعني حد مثلاً طالع من مدينة السلام رايح لحد 6 أكتوبر مثلاً بالـ 25 أو رايح من مدينة السلام لحد أو من المرج الجديدة معرفش رايح لحد حلوانة معرفش دول 25 أو أكتوبر لو رايح بالموصلة بياخد مثلاً موصلتين بينزل لغاية في المنطقة معينة مثلاً مش عارفة عند الماركت بتاع الواحد رايح حلوان ده بسبعة وده بتلاقي نفسك دفعة حوالي 15 جنيه الموصلة إلا لو أنت هتاخد بقى أوتوبيس واحد بس ومش بينزلك في المكان اللي أنت عايز فهتنزل برضو وتاخد ميكرو باست تاني يعني هي الزيادة بس زي ما أكدت انت هيبها 25 محطة فوق 25 محطة لكن أسعار التذاكر العادي حسب عدد المحطات وللخطوط العادية هي لا زي ما هي الزيادة للأكتر من 25 محطة بـ 12 جنيه ناخد ندوة بعنوان الصحة النفسية كانت موجودة في مكتبة الأسكندرية وزميلنا عمل لنا تقرير وما أكثر احتياجنا عن الكلام عن الصحة النفسية النفسية بتاعت الناس اليومين دول بعافية فالندوة كانت عن الصحة النفسية تعالوا نشوف قالوا ايه ونرجع تاني شركة مؤسسة فاهم للدعم النفسي في الندوة اللي نظامتها جامعة الأسكندرية بمكتبة الأسكندرية عن الصحة النفسية بعنوان شجاعة مريض وثقافة مجتمع النهاردة مؤسسة فاهم بتتكلم عن توعية من يعني من اتجاه آخر وهو التوعية مع الطلاب الطلاب اللي بيلتحقوا به الجامعات بيمروا بظروف وتحديات كثيرة جدا كان مهم جدا ان احنا نتكلم في إزالة وصمة العار في تشجيع الطلبة ان هم يتكلموا ويطلبوا المساعدة واتكلمت السفيرة نبيلة مكرم مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي خلال اللقاء عن ضرورة توعية طلاب الجامعات بالتحدث عن أي مرض نفسي بيواجهوه وضرورة طلب المساعدة في ذلك وكمان دور مؤسسة فاهم وخطتها خلال الفترة القادمة في مجال الدعم النفسي هي ليست بمثابة الندوة ولكنها صحوة للمجتمع كله ومبادرة طيبة رائعة رائدة نحو إزالة وصمة العار ليس كل مريض نفسي مقادر على مواجهة معاناته ليس أيضا لدى الأسر المصرية من الوعي الكافي لإحتواء هذا المريض لذا كانت هذه الندوة بمثابة صحوة أساسة فاهم الحقيقة والندوة اللي عملتها النهاردة في مكتب تسكندرية وبدعم من جامعة تسكندرية هدفها هي مساندة القائمين على رعاية المرض النفسيين في مجتمعاتنا وعندنا ظاهرة الحقيقة مشكلة خطيرة في مجتمعاتنا وهي الوصمة العالية جدا المرتبطة بالمرض النفسي اللي بتخالي لما يبقى فيه خدمات موجودة وعيادات ومستشفيات وخط ساخن وغيره الاستفادة من هذه الخدمات بيقل جدا لأن فيه ارتباط وصمة إن أنا النهاردة لو عندي ابنه هو تعبان لأنه لو خدته يتعالج هناك لحسن ناس تعرف لحسن أخته ما تتجوزش لحسن حد هيحجر عليه لحسن الثقافة دي لازم تتغيره ده الهدف الحياة من أؤسسه شارك في اللقاء عدد من الأسدزا المتخصصين وممثلين لفقات مختلفة في المجتمع هروح معيكم لموضوع الزلزال طبعا يعني الدمار اللي حصل فيه سوريا وفي تركيا بسبب الزلزال والتوابع بتاعته اللي حصلت لغاية أول مبارح وبرضه كان فيها وفيات وكان فيها انهيار لكتير من المباني لكن الموضوع عمل حالة من الزعر وخلى كمان فيه مخاوف وأقاويل وإشاعات كتير عن إيه؟ إحنا هنا في مصر فيه انحصار لمنسوب الماء أو للماء فيه بعض الشواطئ الانحصار ده خلى الناس خافت وابتدت الشائعات والكلام طلع كتير إن إحنا هيبقى عندنا تسونامي يعني هيبقى عندنا هيا الفكرة بقى أننا أبقى عارف إيه هو ده؟ وهو ده معنى أن الماء تنحصر فيه الشواطئ ولا لأ عشان بس نبقى عارفين دلوقتي أنا أقول لكم التصحيح أو المركز الإعلامي المجلس الوزراء قال إيه؟ وقال ما تخفوش والكلام ده مش مظبوط وانحصار الماء عن الشواطئ هنا في مصر اللي حصل ده طبيعي جدا وراجع للمد والجزر ودي حاجة بتحصل بشكل دوري يعني حاجة ما تخوفش لكن أن أنا أخاف وأن أنا أقول أنه تسونامي ده هو نتيجة الزلازل أو حاجات بتحصل فيه يعني تحت في قاع البحار يحصل زلزلة وحركة تخلي المية والأمواج تعلق بشكل ممكن يوصل لعشرين والتلاتين متر بره فده بتبقى عارفين حاجة مدمرة بتاخد في سكتها أي حاجة ممكن فعلا يعني هي قاتلة لكن هل ممكن أنها جاء منها؟ آه طبعا بيبقى فيه تحذيرات كتير وهذا أقول لكم أن في تركيا حذروا الناس من أنهم يبعدوا في الفترة اللي جاء عن الشواطئ وميكونوش متوجدين في الأماكن القريبة من الشواطئ لا ربما يحصل ده لكن هل إحنا عندنا هنا في مصر إن خاف ولا لأ المركز الإعلامي المجلس الوزراء قال أنه ده بيحصل بشكل دوري وراجع للمد والجزر وما تخافوش ومش أي إشاعة نقراها تخلينا نقلق ونخاف ما فيش تسنامي؟ لأ ما فيش الحمد لله تأكد بس ما ترحش ناحية الشاطئ برد ليه؟ مش ماخدش برد نشوف بقى الحالة حالة الجو بقى إيه الأقبار احنا شايفين الجو معتادل هذه الأيام الدنيا حلوة ولطيفة في مصر جدا تسألينا دكتورة منار نروح عند البحر ولا طيب نسأل دكتورة منار شرفنا عبر الهاتف دكتورة منار غانم عدو المكتب الإعلام بالهيئة العامة الأرصاد الجوية دكتورة منار صباح الفل صباح الفل يا فهدنا صباح الفل على حضراتكم على كل السلام بالنشعر اليومين دول الشمس كده طلع جميلة والجو جميل يعني ربنا يدمى نعمة الموضوع ده هيتطول ولا دخلين على مرحلة برد كمان لا الحمد لله هيتطول معنا شوية لأن احنا خلال هذه الأيام الدنيا لمنشفة تحسن استقرار في الأحوال الجوية في زيادة الفطرات بتطوع شعة الشمس خلال فترة النهار في أغلب المحافظات درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في نفس هذا الوقت من العام بتتراوح ما بين 20-21 درجة مقوية على الظاهرة الكبرى خلال فترة النهار فالأجواء معتدلة كمانا وممكن كمان بنحسي بيها دكية لو احنا موجودين تحت شعة الشمس خلال فترة النهار في المناطق الشمالية المناطق الجنوبيلية كمان درجات حرارة أعلى فتبقى أدفى من المناطق الشمالية خلال فترة النهار خلال فترة النهار في تحسن طفيق في درجات الحرارة لكن لسه بنخسي بالأجواء ما بين بردة إلى شديدة البرودة خلال فترات الليل على أغلب مناطق الجمهورية كمان متوقع فرص الأمطار كثير بعيثة جدا وكمان فرص أمطار خبيفة على المناطق التحالية المطلة على البحر المتوشف وشمال الوكس البحر أمطار لا ما بتأثرش تماما على أي أعمال أمشطة يومية وبنشطة أماكن والأماكن الأخصى لا بسطة عامة الأجواء مستقربة أغلب المناطق الزاهرة الجوية اللي دايما بتأثر معانا في حالة الاستقرار وتكون لشبورة مائية على أغلب السرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وبتأدي لانصفاد في الرؤية الأطقية كثافة الشبورة المائية دايما بتختلف من يوم ليوم لكن دايما المناطق القريبة من المسطحات المائية أو المناطق الزراعية كثات الشربورة المائية عليها بالجوء فمهم جدا ناخد بنا من الشربورة المائية قطرة الصباح الباكر الأجواء دي شاء الله تكملها معنا لنهاية هذا الأسبوع 8 الأسبوع القادم هيكون مزيد من الارتفاع في درابيات الحرارة قطرة النهار وهنعيش أجواء شدوية داخل سماما خلال قطرة النهار لأنه توقع العظم على القهرة القطرة للأسبوع القادم توصل ل23 و24 درجة مئوية باستقرار سمت الأحوال الجوية لكن أهم حاجة ما ننخدعش لأنه دايما نزق فيه الفاصل دي كانت تقلبات جوية بين استفاع مع استفاعات درابات الحرارة بلاش ترسل ملابس خلال قطرة دي تماما إلى انتهاء فاصل الشتاء هنزول نرسل ملابس خلال قطرة خاصة فاطرات الليلة نتأخر فاطرة الصباح الباكر بنشكرك جدا دكتورة منار غانم عدو المكتب الإعلام بالهيئة العامة لأرصاد الجوية ما نخففش هدومنا يعني ممكن وقت الشمس يبقى فيه جاكت كده بتقلع ويتلبس لكن فيه ناس بتقعد تمشي بقى الجو النهاردة حارة شوية تروح يعني مخففها بعد كده تقل بعد كده الدكتور ثالث يوم ببقى عند الدكتور فنخلي بالنا وإن شاء الله الجو حلو جدا الأيام دي ربنا يدامها نعمة يا رب نخرج نشوف درجات الحرارة ونرجع تاني اشتركوا في القناة نروح معاكم الخبر مهم جدا وتصريحات من شعبة الأدوية رئيس شعبة الأدوية حضراتكم عارفين وربنا يا رب يعافي كل الناس ويبقوا بكل صحة ويشفي كل مريض علاج الأورام والحقن اللي بيحتاجها علاج بعض أنواع الأورام وأسعارها عاملة إزاي وكلها أو خلينا نقول أكتر من 98% منها هي أدوية أو حقن مستوردة يعني سعر الحقن اللي بقول أنه سعرها ده العادي وسعرها منخفض وقليل بيبقى من 30 إلى 50 ألف وفيه بعض الحقن دي طبعا طبعا يعني حسب التصريحات لرؤية شعبة الأدوية بيوصل لغاية 100 ألف جنيه سعر الحقن وده اللي خلى هنا القيادة السياسية ورئيس عبد الفتاح السيسي كان فيه اتجاه أنه لأ طب ما احنا نصنع الأدوية أو الحقن دي هنا في مصر والتكلفة تقريبا هتقل التلت هتقل التلت في يعني إزاي الخطوة دي هتتم دلوقتي بدأ العمل التجريب لأول مصنع لأدوية الأورام نعرف تفاصيل أكتر عن المصنع وعن التجربة دي دكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية صباح الفول يا دكتور مرحب بحضرتك أهلا بيك وطبعا يعني إحنا عايزين نبارك لنفسنا والبلدنا على خطوة زي دي وحضرتك ممكن بس توضح لنا إمتى بعد التشغيل التجريب نقدر نقول إن إحنا نجحنا ويكون فيه توفير لعلاج أو حقن الأورام أولا طبعا نصر نصر أستاذنك يا دكتور لو نعلص هوتنا شوية بعد إذنك مصر هي تنتظر صناعة الدواء فيها أساسية ولها بعض اجتماعي وبعض خطوة وبالتالي الدولة والقناة السياسية من أول من ثمان سنين بدأت تهتمت حجمين ملفين بالغذاء والدواء الدواء كان منظور الرئيس له إنه هو توفين صناعة الدواء للأصناف اللي إحنا بمكتورتها بحيث يبقى إحنا عندنا اتفاق ذاتي ونصر الوقت يبقى موفر في العمل من الأدوية الخامة والاستراتيجية الأدوية البيولوجيكة والأدوية الأورام أدوية الأورام الحديثة كلها 1503 إلا الجرعة الوحدة عن 30 ألف لو قريد خد عشر جرعات على تلك كلمة 300 ألف مئة فعبق على المريض وعبق على مزامية الدولة لأن الدولة برضو بتعالج برضو الأوراق تدعم طبعا وبالتالي إحنا هنا دكابة سياسية اتخذت قرار بإنه توفق الصناعات اللي إحنا في مصر بنستوردها وبنستوردها بكل نيات فكاننا ضمن هذه المستحضرات أدوية الأورام وبدأت الدولة فعلا باستراتيجية طويلة بالقصيرة المدى وطويلة المدى وإنها تبني مصامع للحديثة اللي هي الحديثة دكتور علي إحنا ممكن نقدر نقول إمتى نجاح التجربة دي أو التشغيل التجريبي لمصنع الأدوية الأورام ويبتدي فعلا مرضى الأورام هنا في مصر التكلفة اللي سواء عليهم أو حتى اللي بتدعمه الدولة أو بتعالج على نفقة الدولة في الأورام فاصل إحنا التجريبي ده كل قصيته أنه هو بيتأكد من المكان وبيتأكد من جودة المنطج اللي طالع كلامنا بيخد حوالي 6 شهر وبعد كده يبدأ بقى الإنتاج التالي للمنتج وده حينعكس بالإجاب المصنع ده متوقع يعمله في السنة 10 مليون جرعة من أدوية الأورام الجزوية الثانية هذا المصنع بتكلف مليار جنيه ومصنع تابع للدولة وبالتالي ده يوريك أجلية دولة حريصة على أنها الحاجات اللي لا يستطيعها القطاع الخاص بأن يستثمر فيها الدولة بتخش لتأكيد توثيم الصناعة طيب دكتور علي حذكا من ضمن يعني أوليك التصريح أو بتتكلم عن شركات الأدوية بأن في الآخر هي دي شركات تجارية ملاش أي علاقة بالوضع الاقتصادي أو إحنا بنتكلم على الأدوية من ناحية الاقتصادية مش هايزة أقول إنها تبقى شراكة طبعا لكن إيه دورها في الخطوة الكبيرة اللي خدتها الدولة لا فيه إيه حديش في بزقين طبعا أنا لما قلت كده كنت بقول إيه أدوية الأغرام إحنا بنتتورد حوالي 95% من أدوية الأواز من برة من أوروبا وأبيل طيب الشركات دي شركات تجارية الشركات الأوروبية والأمريكية ما لاش دعا معها لبصد مصر ولا بريض مصر هي شركات أجنبية كلها ما أغررت حول بس إنما الشركات الوطنية المصرية لا بيبقى لها بوعد اجتماعي لازم دعية عليها دور دعية راعي فيه الجروف المريض وصندوقات الدولة وكده ففيه فرق ما بين إننا نقول للشركات الأجنبية يبقى فيه ضع من عنواع إن هم يعملوا شراكة معنا لا إنه هو رجل دي تاجد إنما معنا لا أنا مش بقى تاجد أنا بشتغل بشراكة مع الدولة كتطاع شركة وطنية محلية تمام تمشكرك جدا دكتور علي عوف رئيس شعبت الأدوية بالغرفة التجارية خطوة أكتر من رائعة الحقيقة هتوفر كتير سواء العملة الصعبة للدولة وبالتالي الدولة هتقدر تدعم لإنها بتنتج الأدوية دي بالتكاليف الباهزة اللي كانت بتستوردها بيها فالدواء يكون متوفر لكل مريض ممكن ما يكونش قادر على 8 جرعات اللي بيحتاج 10 و 15 جرع بالشفاء للجميع تعالي نشوف بقى عظمة المصريين القدماء اللي عملوا حاجات اللي لسه الغد دلوقتي العلماء في أكبر الدول المتقدمة في العالم بيسألك هو حصل إزاي كده؟ هم عملوها إزاي؟ تعامد الشمس على وجه رمسيس بمعبد أبو سنبل طبعا عارفين هذه الظاهرة اللي تحصل مرتين في السنة يوم 22 فبراير ويوم 22 أكتوبر ظاهرة فلكية عجيبة جدا عملوها المصريين إزاي من ألاف السنين؟ محدش لحد دلوقتي عارف يزبطها محدش عارف دلوقتي يقولك كانوا بيعملوها إزاي لكن المهندس الأديم والمصري الأديم عظم على عظم على عظم حاجة كده يعني ولا في الخيال من ألاف السنين كانوا عارفين يطوعوا الشمس ويطوعوا كل الحاجات البعيدة بألاف الأميال عن الأرض لصالحهم ولتواريخهم ولحتفالاتهم حاجة عجيبة جدا طبعا في اليوم النهاردة بيحتفل عدد كبير جدا 99.9 منهم من الأجانب اللي بيجوا من كل بلاد العالم عشان يحتفلوا ويشوفوا عظمة المصري القديم كل الخير للسياحة في مصر وهتفضل علامة استفهمة وجودة يعني إلى مالة نهاية إلى مربنا يدينا يعني السر وأسرار قدماء المصريين أو عظمة المصريين القدماء هتفضل السر واللغز اللي بيحير العالم كله طيب دي كانت أخبارنا النهاردة عندنا الحقيقة فقرة تهمنا كل إنه محدش فينا دلوقتي مستخدمش السماعات بتاعة الودن بدلا ما بنتكلم من الموبايل سماعات الأذن مليار شاب حول العالم معرضون لفقدان السماع بسبب السماعات يعني متخلين الرقم اللي احنا بنقوله وطبعا بنبقى معاليين الصوت على الآخر مش بس عشان ترد على المكالمات الشباب بقى اللي بيشغل المصديقة واللي بيلعب الجيمز وهو مشغل الحاجات دي فودانه فمتخلين الرقم إزاي ممكن يكون فيه تهديد إن الواحد يفقد السماع بسبب السماعات دي إيه الحكاية دي ونتعامل إزاي وهينفع نبطل السماعات ولا لأ بعد الفصل السماعات دي فودان عادي؟ لا ما أنت أحدش بيتكلم فودان غير لو قالك توت بعد الفصل